لازلت أقول إن مرحلة المجموعات مع كل الود والتقدير والاحترام وأنها عدم تعالي منطقياً السعودية ستتعداها إن لم تكن أولاً وهذا الشيء الطبيعي أكيد بتكون ثاني أو يعني إذا أنا بروح وبصير الرابع على تايلند وعمان وقرقستان هذه كارثة يعني مصيبة مصيبة أن السعودية تصير رابع يعني مستحيل ممكن تصير لكن إن صارت هذا يعني يلزم فيها قرارات صراحة ما هي شيء هذا يعني المفروض المنشيري يطلع من قطر على ديرته معادي يرجع لنا إذا بيجيب رابع في المجموعة زي هذه يعني هذا هذا ما احترامي أنا أشوف أن البطولة ستبدأ للسعودية من دور الثمانية يعني حتى دور الستعاش أنا أشوف أننا المفروض أننا نتعداه في ظل الإمكانيات اللي عندنا واللاعيب اللي معنا